في أقل من شهر ينتقل وزير الخارجية الأردني من دمشق إلى أنقرة ثم الدوحة حاملا معه ملف تعويم الأسد عربيا وأقليميا ساعيا لتطبيق رؤية الأردنية للحل في سوريا من خلال استكمال مبادرة خطوة بخطوة التي طرحتها عمان ووافق عليها وزراء الخارجية العرب في السابع من أيار الماضي في ظل هذا الحراك الأردني الساعي لإظهار سوريا بلدا آمنا يمكن إعادة اللاجئين إليه تناشد عائلة أردنية السلطات المعنية في بلادها الكشف عن مصير ابنها المفقود في سوريا موقع رؤية الأردني نقل عن عماد الفتيان مناشدته السلطات الأردنية وسلطات الأسد الكشف عن مصير ابنه علي الذي اختفى بعد وصوله دمشق في السابع والعشرين من حزيران الفائت مفقود آخر في مناطق سلطة الأسد هذه المرة فلسطيني يدعى راكان أبو يوسف من بلدة صانور جنوب جنين بعد دخوله الأراضي السورية في السادس والعشرين من حزيران الفائت ولم ترد أي أخبار أو معلومات عنه حتى اللحظة وفق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا وكانت الخارجية الألمانية أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين بعد أن أجرت بمشاركة الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقييما للأوضاع هناك وأن حالة حقوق الإنسان هناك ما تزال كارثية والتي تتمثل بقتل المدنيين والاعتقالات التعسفية وانتشار الجوة وتوصل تقييم الخارجية الألمانية إلى أنه لا يمكن ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين في الوقت الراهن ورغم كل الجهود الساعية لإعادة تدوير الأسد تبقى شحنات الكبتاغون تخرج من مناطق سيطرته إلى بلاد الجوار كما أضاف الأسد أصنافاً جديدة لها كالمنشطات الجنسية سلاح تستخدمه سلطة الأسد في وجه دول المحيط السوري وربما أبعد من ذلك المشاركي في تحرير